اشتركوا في القناة البرنامج الانتخابي وخاح نختارينا واحد العنوان آخر متكلمناش على البرنامج ولكن على واحد الميطاق الانتخابي اليوم غدي نقدموا البرنامج الانتخابي ديال الهيئة ديالتحاد دستوري وكما غدي تلاحظوا ما فيش مزايدات بالنسبة للأرقام والمعدلات والوعود اللي بعض المرات كنلقاوها في عدة برامج انا اليوم كنسمع تقديم ديال واحد البرنامج ديال واحد الهيئة محترمة اللي كنتكلم على معدل ديال النمو نسبة النمو اللي غدي تكون عدنا في السنوات المقبلة غدي تكون ستفلميها وهاد الهيئة بنفسها كانت قلت لنا هدي خمس سنين اننا غدي تكون عدنا واحد نسبة ديال النمو ديال سبعة في المياه واللي هو عشناه واللي هو ملاحظ واللي هو كين لا سبعة ولا ستة ولا خمسة ولا والو وصلنا الواحد نسبة ديال النمو اليوم اللي هي أضعف نسبة اللي عشناها في بلادنا ما كانت حدوش واحد في المياه حسب جميع التقارير ديال المؤسسات المختصة في هاد الميدان وحنا في هاد الفترات الانتخابية كل الهيئات كتجي بالبرامج ديالها وكنجي وكنقولو العباد الله غدي نديرو غدي نخدمو في الصحة غدي نخدمو في التعليم وغدي نخدمو في السكان وغدي نخدمو في الجهيزات الأساسية ولا بغينا نفهم عليهم كتر كان نقولو لهم مش مسائل تقنية نسبة ديال التدخم را ما غديش تعدى كذا وكذا ولا نسبة ديال النمو را غدي تكون كذا وكذا ماشي هادشي اللي كي ينتظروا المغربة المغربة كي يتظروا إجراءات عملية واقعية اللي يمكن يديرها أي واحد وصل للمسؤولية إحنا كنا نعتمدو للواقعية كنا نعتمدو الفعالية في هذه الإجراءات المتواضعة اللي غدي نبينوها لكم اليوم من خلال البرنامج اللي غدي يكون بين يديكم وكان بقاوه إحنا دائما متفائلين بالنسبة لبلدنا وكان بقاوه متفائلين بالنسبة للإمكانيات اللي كي هنا في بلدنا بالنسبة لهذا المشاريع الكبرى اللي الحمد لله كينا في بلدنا كينا منذ عقد ما شيف هذا الفترة ديال الخمس سنوات الأخيرة كينا استراتيجيات قائمة اللي وضعتها للحكومات السابقة واللي هي أساسية بالنسبة للتنمية ديال بلدنا والحمد لله كان شاهدوا هاد تفعيل ديال هاد استراتيجيات في عدة ميادين لكن بالأسف اللي كان لحظوا في هاد السنوات الأخيرة هو شوية ديال الهدوء في تنفيذ هاد البرامج الهيكلية القطاعية المهمة لأنه كيخص حكومة اللي تكون وعية بالأهمية ديالهاد البرامج خصنا حكومة اللي كون كتهتم بالشأن ديال المواطن ماشي بالشأن ديال الحزب احنا بالأسف بعض المرات كانت جاهلوا المسائل الأساسية اللي كتهم المواطن وكان بكاوقين جريو على المرتبة اللي غادي نحصلوها في الانتخابات